مساء الخير كيف الحاج اخباركم اليوم قاعدة عند الغنم ومستكنة على الاجواء البطلة شوفوا كيف الدجاج اصلا مبسوط بالبراد مافي شمس حارقة والغنم وكل شي مبسوط مرة 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 مستمتعين هم بيعد بالاجواء زينا سبحان الله شوفوا هذا الجفر كيف ناط مع الاجتار طبعا هذا طبع دائما ينط عند الضان وياكل الان يشبع ويطلع مع الفتحة هذي اللي جنب الجداء يعبي كرشته ويطلع اليوم جايبت لكم طريقة اللبن لبن الماعز كيف نسويه خلوكم معي وشوفوا ولا تنسون تشتركن بالقناة اول حاجة هذا هذا الحليب بعد ما حلبنا من المعزة أنا قاعد أسجل الصوت عند المعزة عشان كذا يعني أصوات مضارع بالكلام هذا الحليب اول ما حلبنا نجيبه خلاص حلبناه تمام نشخلق ونصفيه من اي شوهائب ونخليه بالاناء حقه بعد كذا نجيب عندنا لبن من السوق أو لبن قد سويناه قبل يعني من حق المعز المهم يا حق السوق يا حق المعز فنجيب بيالة شاهي كذا ونعبيها من اللبن سواء كان حق السوق أو حق معز بعدين نحطه نصبه على الحليب يسمونه رثوة هذا الشي يخليه يرثي بسرعة يعني يتحول إلى لبن بسرعة ما يطول لكن بدون ما نحط اللبن يطول يعني يأخذ وقت أطول فنصب زي كذا نصب اللبن عليها زي كذا بس بيالة واحدة فقط بعدين نغطيه ونتركه مدة خمس ساعات تقريبا بعد كذا شوفوا تكون عندنا الطبقة لما تشوفون هذي الطبقة شفتوها كيف ثقيلة هذي الطبقة واصلا من ريحتي تحسونه صار لبن ريحة لبن فخلاص كذا معناه انه تمام اندخله شوفوا كيف الطبقة اندخله بالثلاجة لمدة ساعتين علشان بس يكون بارد ولما تطلع الزبدة تجمد على طول شوفوا هذي الخضاظة اللي انا استخدمها انتم اي خضاظة تستخدمون ما في مشكلة بعد ما نخضى اللبن ونخلص تطلع عنا زبدة لما نشوف الزبدة طالعه باللبن معناه انه خلاص كذا اللبن تمام فنشيل الزبدة بالمشخل ونحطها على جنب عشان نسوي فيها السمن نجمدها ونجمعها اليين تصير كثيرة واللبن اشربوه بالعافية ويلا السلام لا تنسوا اللايك